أعلى من توقعات المحللين يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة صفر فارز 6% فوفقاً لنشر المؤشرات من قبل الجهاز المركزي للإحصاء فقد ارتفع التضخم بنسبة 2 فارز 7% خلال الأشهر الماضية ما لا يبشر بالخير كما يقول المختصون قيمة المصاري اللي هي موجودة مع الناس اللي هي حطيتها على جنب القيمة تبعيتها راح يتقل إذا هي ما استثمرتها وما حركت راس المال فالقيمة راح يتقل قيمة المصاري راح يتقل أكثر وأكثر وبالتالي كمان مرة احنا بنحكي عن تأثير تدحرج كرة الثلج وزيادة الأسعار أضف إلى ذلك تأجيل حتمي لنسبة الفايدة الربوية اللي بحددها بنك إسرائيل وتأثيرها على ربيت البرايمي اللي هي كمان راح يتغلي سعر القروض اللي المصالح بتطور فيها مشروعاتها وبالتالي راح يؤدي لتأثير مباشر لارتفاع آخر للأسعار تؤكد المعطيات بأن المتضرر الرئيسي من الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين هم الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الأضعف في حين ارتفاع أسعار الملابس والأحذية إضافة إلى مكونات الصحة والنقل والإسكان ما يزيد من هموم المواطنين وخاصة الذين يمتلكون محدودية في الدخل الشهري إشي محسوس وملموس يعني من أول ما بلشت الحرب حسينا فيه لأنه صاروا يرفعوا البنزين كل شهر يرفعوا الكهرباء من كل شهر بالآخر عندما وصلنا على موسم جديد بدنا نغير لشان الصيف وشان العيد بلش يعني يبين إشي أكوى من أول الوضع كثير صعب يعني مش بس صعب يعني يعني كمان في الشغل يعني المصالح تعباني ووضع الناس تعبان ووضع الدولي تعبان ما في شوان الناس تشتغل أغلب الناس قاعدة عن الشغل المعاشة اللي بفتلة جاز جازة نخي يعني ستة ألاف شاكة بكفيش لها اثنين مع أم وعايشة معنا فكثير صعب الوضع عايشين بالأجار ووضع صعب جدا مرر معناش ندفع يعني صنع شهرين ثلاثة وشعم ندفع أجار البيت في ضوء زيادة التضخم في إسرائيل سيجد بنك إسرائيل صعوبة بالغة في خفض سعر الفائدة الأساسي في نهاية أيار المقبل ومن المتوقع حدوث زيادات إضافية في الأسعار خلال الأشهر المقبلة كأسعار المياه والنقل العام والسلع الأساسية المختلفة وما يجعلنا نشاهد أوضاعا اقتصادية غير مبشرة إزاء تركيز الحكومة الإسرائيلية على الحرب وانتصارها فقط